بسم الله الرحمن الرحيم معكم مريم بحجيوج آغان خبيرة الداء السكري بإنجلترا حانا وقت الحسم وحانا وقت بداية ديالتحدي إن شاء الله لضبط نسبة السكر في الدم ده بعنين نوريكم واحد اليوم كامل من النظام الغذائي في هاد فهذا البرزنتاسيون إن شاء الله قبل ما نبدأ إن شاء الله سوف نوريكم ما هو ملقى واعد الي كنا نعتمد عليها في هاد نظام الغذائي أولا خصنا ندخلو جميع الأغذية لنا هي منتجة للطاقة للجسم لأنها محتاجين للطاقة باش نختموه باش نفوق الجسم ديالناي فونكسيونة ما هي هاد المنتجات الأغذية هي الكربوهيدريت يعني من دخلها في النشويات وكين البروتينات اللي دخلها في اللحوم والبيض وغيرها وكين الدهون لنا هي صحية بحل زيت الزيتون زيت أبوكا وزيت النباتية الأخرى اللي نيمزينا للجسم أوكي؟ لكن نحن نأكلها بكميات معقولة لا نأكل شيء واحد من كمية كبيرة لأنها هي التي تطلع عنها السكر بسفة والقاعدة الثانية هي عدم إضافة سكر في الأكل أو الشرب بسفة نهائية يعني ما يخش الإنسان يدير شيء إضافة ديالسكر القاعدة الثالثة هي عدم وضع كمية كبيرة من الملح في الطعام هذه أهدرتكم عليها أفون وقلتكم راه كتطلع كتساعد التنسيون يطلع لذلك نحن نتعرف القاعدة الرابعة وهي شرب الكثير من السوائل وخصوصا الماء يعني إنساني يريد أن يأخذ كوكا لايت ولكن ينشي يومياً أو يدوم عليها مرة مرة وبالتالي لكي يحتوي على المنسيين القاعدة الخامسة وهي أساسية جداً وخصوصا تدخلوها للعادة لكم ديال الأكل بالنسبة لما هي السكر يجب الأكل في صحن منفارد هذه أساسية جداً لماذا؟ لأن الصحن لتعرف ماذا فيه أولاً ثانياً تقسم على جوج الأقسام ثلاثة ولكن جوج لتعرف أن النص يجب أن يكون عامر بالصلادة والخضر ونصف الآخر ستقسم على جوج القسمات أو جوج الأرباع الربع الأول يجب أن يكون فيه البروتينات والربع الثاني يجب أن يكون فيه الكربوهيدريت الكربوهيدريت يجب أن يكون فيه الخبز هذه القاعدة أساسية ويجب أن تتخلق إذا تتخلق في هذا النظام الغذائي يجب أن تتبعوا هذه النصائح لأنها مهمة جداً إذن الوجبة الفطور التي أقترحت عليكم في اليوم الأول هو الكائناة للسيدات وكائناة للرجال بما أن الناس لا يستطيع أن يكون رياضة كثيراً في الحجر الصحي السيدات نقترح عليكم في الصباح في الفطور وعاء أو الزلافة عمرة 30 قرام من العصيدة أو الشيشة من العصيدة المتفر المتفر من الشعير أو الشيشة يتبعوا 30 قرام زرع 30 جرام الكربوهيدريت 50-70 جرام الزرع 150 مليلتر الحليب خالي الدسم الحليب كومبليك يكون فيها زبدة وزبدة كما تكون لدينا الكوليستيرول يجب أن نقوم بها يجب أن نقوم بها زائد من المؤكسين بشروب ساخن وماءة أو القوى بدون السكر السماء المضيفون يبطلون على محطة لفضيلة 50 جرام ويحتاجونهم لعضالات العضام مع الكثير ويحتاجون على طاقة ويحتاجون كبير الكربوهيدريت أكثر كان قطار يأخذ 50 غرام كربوهيدرات يأخذ بـ 100 غرام يأخذ زلافة عمراض قريباً في العصيدة أو تشيشات الشغير أو شوفان أو أي شيء كزرع كما قلت سأخذ 150 مليلتر الحليب خالي الدسع والمشروب حسب الرغبة إذا كنتم تشربوا أيتايا أو تضيروا أيتايا إذا كنتم تأخذوا القواة كنتم تشربوا كاس القواة والجوج المهم مدام أنما كنش فيه سكر ينكلكم تشربوا الكمية اللي بغيتون الوجبات ديال اليوم مثلاً اللي كيدير كاسكروت اللي كيدير كاسكروت أنا قد أعطيتكم واحدة النصائح اللي لا تدير كاسكروت يكتفي غيب الوجبات ديال الغداء غديتأخذوا قبل من الغداء فاكهة واحدة من اختياركم إما تفاحة أو البنانة أو نقاصة أو أي حاجة متوفرة في السوق تأخذوا واحدة فقط في اليوم إذا كنتم تأخذوا مثلاً الباريز بحل الفريز تأخذوا خمسة الحبات أو خمسة أو ستة الحبات المزح أي حاجة متوفرة عندكم في البيت تأخذوا من نوع الصاليومية قبل من الغداء ساعة أو ساعة أو نصف كافية لأن الجسم يأخذ الفيتامينات من الفاكهة ويتعاملوا من العام جيداً تصربوا بالدم جيداً لكي يستعمل المعادن والفيتامينات بالنسبة للفاكهة لم يكن نصح الفاكهة لم يكن تأخذوا الغداء مباشرةً لأنها ليست جيداً لأن الجسم لا يستفيد من الاتفاق جيداً بالنسبة للسيدات اقترحت عليكم في الغداء زلافة القطاني من اختياركم والاختيار القطاني يجب أن تختاروا القطاني بالقشرة يعني البوكاسي لا تكون لديها القشرة والبيصارة لا تكون لديها الغداء يعني لا يوجد الألياف يجب أن تختاروا القطاني اللي فيها الألياف مثل أنا أعطيتكم مثال الحمص 40 غرام ديال الحمص فيها 3 غرام ديال البروتاين اللي غدي تعطيكم الطاقة مثلا العدستة هي تقريباً لفس الشيء 40 غرام غريباً 30 غرام أو 40 غرام ديال البروتاين مثلاً بالنسبة للرجال الرجال غدي يأخذوا كمية للبيض أكثر مثلاً حتى زلافة ونصد جوز زلايف إلا كنتوا كتديروا أعمال مثلاً خارج البيت كان صحب جوز زلايف عامرين ديال القطاني مع الصلاة طبعاً مشكلة بالنسبة للسيدات والرجال وقت الشاي مثلاً من الأحسن تأخذوا شيء أو الأطايا ومعها ومعها واحد يدمنوا أم المكسرات من الاختيرات ديالكم يلوز مثلاً القرقاع اللي لقيتوا عندكم أو الكاوكاو أي حاجة لقيتوها مزيانة بزاف وتعطي البيتامينات وتعطي زود مزيانة للجسم الوجبة العشاء العشاء اللي اخترت لكم في اليوم الأول هو عشاء خفيف تقريباً لا يوجد الكاربوهيدرات اخترت لكم طبق من الخوضاء المشكلة يعني في جميع الألوان بحل قوز قوزح اللون جيد ديروه في الشكل الشربة كتعجبكم مكمولة ديروها مكمولة ما كتعجبكم شاي مكمولة ديروها في المولين مع 30 جرام ديال البطاطا بالنسبة للمولين السكر اللي يستعملوا الأنسولين يعني النوع الأول خذكم تردوا بالكم لأن هذا الرجيم إلا دخلتوا فيه غدي خذكم تنقصوا من أنسولين اللي كستعملوا لأنكم معرضين للهبط ديال السكر في الدم سعما اردوا البال من السيني ديال الاعراض ديال الهيبوغليسيميا ديال الهبط ديال السكري اجبرتوا رأسكم كتردوا أو تعراقوا أو تسخفوا سأخذوا كاس ديال الهيبوغليسيميا من عصير أي عصير محلة أو تكون من الأحسن مشروب غازي أو غازي عادي ديال السكر ضروري ونحن نضيف ونحن نضيف من المستوى السكر لأنه لا تكتروا لأنه لا يكتلوا السكر وفي الليل ننصح بضانون أو يوغورت ساعة طبيعي لا يوجد سكر أو كاس ديال حليب سخون أو أي شيء متوفر عندكم قبل النوم بعد نساعة أو ساعة يتخاف لما يحبط لكم السكر في الليل هذا هو النظام الغذائي اليوم المقترحة عليكم كانت منها تكونوا سفتوا منه وإن شاء الله تبقوه وردوا علي الخبار إلى ان شاء الله نجحتوا ومتعد لكم السكر في الدم في اليوم الأول وأنا نظن إذا تتبعتم لغد له سيكون عندكم سكر إن شاء الله كنتم مع مريم الحجيوج أغا في يوم التحدي الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته